جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تقول أختنا في أحد الأيام كنت سائمة صومة طوى وأمر زوجي ولدي بإحضار أحد الأشخاص ومن خوفي عليه حلفت عليه ألا يذهب وكان عمره ست عشرة سنة ولا يحمل رخصة قيادة ولكن زوجي أصر عليه فذهب ويقول ولدي إنه لم يعلم أنني حلفت وإلا لما كان ذهب هل علي إثم وعلي كفارة أم بماذا توجهونني جزاكم الله خيرا علما بأن الهيئة تأخذ مئة رئال ككفارة ابن الأيناد جزاكم الله خيرا ولا أدري أي هيئة تعني فهي لم تذكر اسمها ولم تذكر بلدها شيخ صلى نعم أنه تعني هيئة الإراثة الله أعلم نعم يجب عليك الكفارة إلا حلفت على ولدك الذي ذهب ثم ذهب إنها تجب عليك الكفارة لأن من حلف على من يمتنع بيمينه كولده ومن له عليه سلطة نعم وخالف يمينه إنها تجب الكفارة على الحالة إلا أنها ذكرت أن ابنها لم يعلم أنها حلفت نعم هذا هو أتقر وهو لم يتعمد من المخالفة نعم فليس عليها كفارة في هذه الحالة ما دام أنه لم يعلم أنها حلفت ولم يتعمد المخالفة فليس عليها بهذا كفارة والحمد لله وأما دفع الكفارة للإغاثة فهذا لا يجري نعم لأن المطلوب الذي يعلم الكفارة يدفعها للمحتاجين المساكين الذين في البلد هم أحوجوا أحق بها أما الهيئة تأخذ نقود بعد ذلك المترة ثمها دفعت النقود نعم والنقود لا تجزي عن الطعام نعم والهيئة تأخذ هذه النقود وتضعها مع غيرها من التبرعات ولا تعتني بها ولا توصلها إلى العشرها المساكين ولا تتقيد بمواصفات الكفارة وإنما تجمع هذه الأموال والتبرعات ولا ندري عن تصرفاتها الباقية الحاصلة ولا تدفعها